وسط الشارع الرئيسي لمدينة لالة ثبتت أوتاد هذه الخيمة الصحية خيمة جمعت بين التوعية والتحسيس إضافة إلى الكشف والعلاج لاقت إقبالا طيبا من طرف المواطنين الذين قدموا للكشف عن أمراض قد لا يتسنى لهم معالجتها في بعض المؤسسات الصحية ولأسباب مختلفة يندرج هذا النشاط في نطاق الاحتفال اليوم العالمي لمكافحة المخدرات حبينا في الإطار هضايا نحسوا الشباب وحتى اللي هم تطورطوا في الإدمان هضايا ويحبوا عندهم قابلية باش يتعالجوا نساعدوهم على العلاج متح حوالي 600 إبرة هو كل ما يحتاجه المدمن الحقيقي للانقطاع عن التدخين يقع تثبيت خمسة إبر لمدة تتراوح بين 30 و45 دقيقة لمعالجة الإدمان في نقاط متصلة أساسا بأعضاء حساسة من الجسم وبصفة مستمرة تصل إلى حدود ثلاثة أشهر الجانب العلمي في الإبارة الثية لا فيها لأدوية لا فيها لسحر لا فيها شهاد شيء هي شنية ثم خلايا في الوضن اللي هنا الخلايا هذية مربوطة بأعضاء في البدن مثلا عن هذية النقطة الثية مربوطة بالجهاز العصبي عن النقطة الثانية اللي هي هذية مربوطة بالخلايا متعلق للجانب الروحي عن النقطة الثالثة اللي هي عندها علاقة الخلايا متعلق للكلية الجمعية استقبلت حوالي الأربعين مدمنا منذ تأسيسها يقول القائمون عليها أنها حققت نتائج طيبة نجحت في تكوين وعي صحي واجتماعي وثقافي لدى الأفراد غير أنها تحتاج اليوم إلى الدعم من كل الأطراف خصوصا سلطة الإشراف لمواصلة عملها النداء إلى صلطة ذات العلاقة وصلطة الإشراف وخاصة وزارة الصحة في دعمنا من ناحية التكوين من ناحية النفسية ومن ناحية الاجتماعية خطرة الكلفة تتكلف على الحسق ورابط من 100 إلى 150 دينار وهي موجودة كان في أوروبا إلى حد الآن مفضول شخصي وكل مجانا زائروا هذه الخيمة استحسنوا عمل هذه الجمعية آملين أن يتخلصوا من هذه الظاهرة التي لاحت شديدة التعقيد وبالغة الأثر على صحتهم والله بالنسبة لك شخص حاجة باهية ونشجع برش عبادة باش تنحي الظاهر هذه بتاع التدخين أو نخذ الروح على شيء ومن نجي مش مبطل أنا بواحد بالناس وهذه مبادرة سمحة تهيي للنسان هنتي نفسه نياً لنار تحت لنار وقت نريد حتى الخيمة وجيت مارك هذه للإدمانة جيت واحدة احنا رب يتوب عليهم الكل يجب أن يسجعوا لشيء هذه وللمبادرات هذه يقول القائمون على هذه الطريقة من العلاج أنها أثبتت نجاعتها في معالجة الإدمان وبنسب عالية تصل إلى حد الانقطاع النهائي عن التدخين وأن على المدمن أن يقرر الانقطاع وبصفة إرادية في مرحلة أولى ثم يترك الباقي لهذه الإبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر